أهلا بكم بعد اجتماع مطول سادته الخلافات أمس خرج وزراء الخارجية العرب بخطة لتشكيل حل عربي للأزمة السورية المتفاقمة للشهر العاشر على التوالي والتي خلفت أكثر من 606500 قتيل حسب المعارضة فقد دعا الوزراء العرب إلى ضرورة وقف كافة أعمال العنف والقتل من أي مصدر كان حماية للمواطنين والإفراج عن المعتقلين وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع مظاهر التسلح ضمادا لحرية التظاهر السلمي كما طالب المشاركون في اجتماع القاهرة أمس بتشكيل حكومة تشارك فيها المعارضة برئاسة شخصية متفق عليها تكون مهمتها تطبيق بنود المبادرة العربية والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة وتنص الخطة العربية أيضا على أن يقوم الرئيس الأسد بتفويد نائبه صلاحيات كاملة للتعاون التام مع هذه الحكومة والتي ستعمل على إقامة نظام ديمقراطي تعددي إضافة إلى إعادة تنظيم أجهزة الشرطة لحفظ الأمن وتعزيزه من جهة أخرى أشار الأمين العام للجميع العربية إلى أنه تم الاتفاق على نقل ملف المبادرة العربية إلى مجلس الأمن لتبنيها ودعمها ولم يكن خبر المقترحات حبر المقترحات يجف حتى بدرت الحكومة السورية إلى رفضها باعتبارها تدخلا سافرا في شؤونها وخرقا فاضحا للأهداف التي أنشئت الجامعة من أجلها فما أهمية هذه القرارات ولماذا بدر النظام السوري إلى رفضها وقبل الانتقال إلى ضيوفنا لمناقشة مختلف منود هذه الخطة نتوقف أولا مع دعوة مجلس الوزراء العرب الحكومة السورية وكافة أطياف المعارضة إلى بدء حوار سياسي جاد تحت رعاية الجامعة العربية خلال أسبوعين على الأكثر لتحقيق مبادرة تشمل تشكيل حكومة خلال شهرين تشارك فيها السلطة والمعارضة دعوة الحكومة السورية وكافة أطياف المعارضة السورية إلى بدء حوار سياسي جاد تحت رعاية جامعة الدول العربية في أجل لا يتجوز أسبوعين من هذه الدعوة وذلك لتحقيق المبادرة التالية تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين من تاريخها تشارك فيها السلطة والمعارضة برئاسة شخصية متفق عليها تكون مهمتها تطبيق بنود خطة الجامعة العربية والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجود قانون ينص على إجراءاتها بإشراف عربي ودولي كما أشار الشيخ حمد بن جاسم إلى أن الحكومة المشتركة بين النظام والمعارضة ستمهد لإقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي وتعيد الأمن والاتقرار وتنظيم أجهزة الشرطة والإعداد لإجراء انتخابات لجمعية تأسيسية بعد ثلاثة أشهر لإعداد دستور جديد للبلاد إعلان حكومة الوحدة الوطنية حال تشكيلها بأن هدفها هو إقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي قيام حكومة الوحدة الوطنية على إعادة الأمن والاستقرار في البلاد ودعم تنظيم أجهزة الشرطة لحفظ النظام وتعزيزها من خلال تولي المهام الأمنية قيام حكومة الوحدة الوطنية بالإعداد لإجراء انتخابات لجمعية تأسيسية على أن تكون شفافة ونزيهة برقابة عربية ودولية وذلك خلال ثلاثة أشهر من قيام حكومة الوحدة الوطنية ولمناقشة ملف خطة الجامعة العربية معنا من الصنبول الناشط السياسي السوري محمد العبدالله ومباشرة من القاهرة أيضا معي أحمد حسن الشرقاوي مستشار مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية ومعنا من دمشق الصحفي البارز السوري فايز سارة أرحب بكم جميعا ضيوفي الكرام أبدأ معك سيد عبدالله كمعارضة هل أنتم راضون عن قرارات الجامعة العربية طبعا قرارات الجامعة العربية تحمل نقطتين رئيسيتين هامتين وهما في صالح الثورة أولا أن تدعو جميع الدول العربية بالإجماع باللجنة الوزارية العربية بشار الأسد إلى التنازل عن صلاحياته وتكليف صلاحياته إلى نائبه من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية هذا يعني أن هناك أصبح أكثر فأكثر إجماع عربي على أن هذا الرئيس غير شرعي وأن خطونا خطوة باتجاه إسقاط هذا الرئيس بإعتباره رئيس غير شرعي ثانيا حالة الملف إلى مجلس الأمن وطلب إلى مجلس الأمن دعم وتبني المبادرة العربية هي حالة شبيهة جدا بالمبادرة الخليجية التي أجريت في اليمن حيث طلبت الدول الخليجية والجامعة العربية من مجلس الأمن دعم هذه المبادرة دعم مثل هذه المبادرة مع القرارات الجامعة العربية التي تنص على موضوع العقوبات إن لم تتلتزم الحكومة السورية بقرارات الجامعة العربية أو باتفاقية الجامعة العربية من ناحية وحديثها أيضا عن إجراءات لإقرار العدالة وهذه قد يفهم منها أن مجلس الأمن قد يفهم بالنظام السوري ثاني من الحلقة عن قرارات مجلس الأمن دعلي الآن في موضوع الحكومة حكومة مشتركة بين النظام والمعارضة من هي المعارضة التي ستشارك؟ لا أعتقد أن هناك في المعارضة من سيشارك الحكومة السورية أو النظام السوري في أي حكومة واحدة وطنية لأسباب كثيرة أولا الحكومة السورية ذاها ملطخة بالدماء أو النظام السوري بدماء حوالي سبعة ألاف شهيد من مختلف الأراضي السورية ثانيا لا يوجد جهة في المعارضة تمثل الشارع الذي بمعنى كلي بمعنى أنها تستطيع أن تحتوي مطالب الشارع إن دخلت في حكومة وحدة وطنية مع النظام الشارع المطالبه واضحة بإسقاط هذا النظام ولن يقبل بحكومة وحدة وطنية ومن هذا المنطلق لا وجود لقوى سياسية تدخل مع النظام في صفقة سياسية أو في حكومة وحدة وطنية تستطيع أن تطلب إلى الشارع أن يتوقف عن التظاهر أو أن تستطيع أن تلتف على مطالب الثورة تب دعني أنتقل إلى صحفي البرز السوري فايس سارة سيد فايس مساء الخير ما رأيك في الخطة العربية هل تشكل مخرج للأزمة أم لا أولا مساء الخير لك والأسادة ضيوفك جميعا أهلا وبهذه المناسبة نحي أرواح الشهداء والمعتقلين والطلوبين والجرحى من أبناء شعرنا بطبيعة الحال هذه المبادرة هي الصقف الذي وضعته الجامعة العربية لمعالجة الأزمة في سوريا هذه الأزمة التي أنضط أشهر عشرة دون أن تجد فضاء لدى النظام في أن يضع حدا لها وأن يقوم بمعالجة سياسية حقيقية هدفها الكروج في سوريا من الأزمة الحاصلة والبدء في عملية سياسية يمكن أن تؤدي إلى تغيير شامل في طبيعة النظام وبالتالي إخراج السوريين من المؤذف الذي صاروا إليه بعد هذه الأحداث والمعالجة في صاروا ولكن الرد السوري جاء سريعا من قبل الحكومة الرفض واعتبرته تدخل سافر في شؤونها الداخلية كما أنه عملية تفويد أن يقوم الرئيس بتفويد صلاحياته إلى نائبه طب الآن هنا السؤال ما الفرق بين نائب الرئيس والرئيس؟ يعني حتى سيد فاروق الشر هو عضو في حزب البعث أيضا هل المشكلة فقط بالرئيس أم في النظام ككل؟ نعم أنا أعتقد أن النظام في النهاية هو كل واحد هذا النظام آمن له أن يتغير وأن يتبدل أن يذهب وأن يقيم السوريون نظام ديمقراطي جديد تعددي ينقل سوريا مما آمت إليه أوضاعها في ترديات سياسية اقتصادية اجتماعية ثقافية ينبغي أن يسر هذا النظام وينبغي أن يقيم السوريين نظام جديد نظام يعتمد بمعايير وأسرس مختلفة عن النظام الذي أقامه حزب البعث منذ العام 1963 لكن عدم قبول النظام بهذه المبادرة هذه مسؤوليته وهذا يعني أنه مصر بالسهل أن ينضي بالحل الأمن حتى نهاياته كان الأجزاء بالنظام أن يقبل المبادرة العربية رغم ما أشكي إليه من أن النظام يحافظ بمعنى من المعاني على جوهره وعلى فترة انتقالية يمكن أن تتغير فيها سوريا بطريقة سلمية خادئة ربما أو بأقل الخسائف لكن النظام مصر على البقاء في إضغار الحل الجمهي لا الحل السياسي بل وحتى إذا كان الحديث عن حل سياسي فهو حل سياسي في إطار النظام نفسه ربما لن يغير ولن يبدل من طريقته طب هل هذا رأي المعارضة بالداخل؟ جميع المعارضة بالداخل هذا رأيها سيد سارة؟ يعني أنا أعتقد حتى الآن لا يمكن القول أن هذا رأي المعارضة وأنا لا أمثل عملياً المعارضة أنا كما سرح وقدمت صحفي معارض في سوريا صحيح أني أنضيت قسم كبير من حياتي داخل المعارضة لكني لا أمثل المعارضة وبالتالي لا أستطيع أن أقول أن هذا هو رأي المعارضة طب ولكن هناك دعوة من قبل الجامعة إلى أن تشارك المعارضة في حكومة موسعة شراكة مع النظام من المعارضة التي ستشارك؟ نعم أنا أعتقد أن مشاركة المعارضة إذا قلت أن هناك معارضة في الشاركة هذا مرهوم لقبول النظام أصلاً بالمبادرة وطالما أن النظام رفض هذه المبادرة فأعتقد أن المعارضة معنية في إنجاب على سؤال إذا كانت ستشارك أن لا ذلك أن النظام هو الذي يملك كل القوى المادية والسياسية التي تضمن لسوريا الخروج حتى الآن تضمن لسوريا الخروج من العزمة والمعارضة حتى الآن يعني ليست القوى الحاسمة في تغيير موازن القوى القائمة في سوريا وهذا أمر معروف ليس فقط للجامعة العربية وإنما المعارضة أنتقل إلى القاهرة مع سيد أحمد حسن الشرقاوي مستشار مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية لأسألك عن رؤيتك أنت في طرح الجامعة العربية وهل يعتبر الحديث الآن عن هذه النقاط من قبل الجامعة بداية الحديث عن مرحلة ما بعد الأسد ربما هذا ما اعتبره النظام في سوريا قطعا طرح الخطة العربية بهذا الشكل وهذا المضمون هو استشراف لفترة ما بعد نظام بشار الأسد في سوريا ولكن دعيني أسأل يعني هل هذه الخطة العربية بمثابة نوع من تكشير الجامعة العربية لأسنانها أمام النظام السوري وإجابت بوضوح أنه هل هذه الخطة بمعايير الجامعة السابقة إذا كانت هذه الجامعة التي كانت دائما وأبدا نادم للطغاء نعم إذا كانت هذه خطة تكشير فيه عن أسنانها الجامعة العربية للنظام السوري ولكن بمعايير الجامعة العربية أما بمعايير سورات الربيع العربي معايير الدول المتقدمة والمتحدرة فقد تغادت هذه الخطة أو يعني أهملت إهمالا يصل إلى حد التقصير في التعامل مع مسألة الوقف الفوري لإراقة الدماء هناك من يقتل يوميا ودماء تراق في سوريا من جانب النظام ضد شعبه وبالتالي لم تتعامل الخطة مع وقف فوري وفشلت للأسف كل محاولات الجامعة العربية لو سمحتني سيد أحمد أنت تقول بأنها لم تتعامل مع الوقف الفوري ولكن الجامعة العربية قالت هذا الذي أمامنا لا يمكننا فعل أكثر من ذلك كيف عليها ما الذي عليها أن تقوم به الجامعة العربية تستطيع أن تستخدم أوراق كثيرة المثل يقول إذا كان هناك إرادة فهناك طريق لتحقيق هذه الإرادة مشكلة الجامعة العربية في أنها لا تتوافر لدى كافة أعضاء الجامعة العربية الإرادة السياسية الكافية للوقوف بحسم أمام آلة القتل يومية وأمام النظام السوري بطريقة تعيد إلى الأزهان ما حدث بالنسبة إلى ليبيا كان الجميع يتصور أن تدخل الجامعة العربية في ليبيا هو بداية أن تكون الجامعة العربية ناديا للشعوب العربية للشعوب التي تطمح في تحقيق الديمقراطية إنما الآن عندما تنقص الجامعة العربية عن هذه الخطوة المتقدمة التي أخذتها في الملف الليبي لتعود مرة أخرى وتتحدث عن حلول طويلة الأجل لا ولكن هي اخترت أن تكون الطريق على السيناريو اليمنى ربما لأنه وضع سوريا كمان معقد ليس هو الوضع الليبي يعني حتى البعض يقول بأنه حتى على السيناريو اليمنى يمكن أن لا يكون الحل هناك خلاف كبير جدا ما بين الأوضاع في اليمن وفي سوريا لم نرى أن الجيش اليابني قام بمثل هذه الأعمال ضد الشعب اليمنى رغم سقوط قتلة في المظاهرات إنما والوضع في سوريا مختلف إسنيا وعرقيا وجغرافيا وأشياء من هذا القبيل فهناك جيش يستخدم أقصى طاقته في التعامل مع مدنيين عزل والأمور تتجه إلى أن السوريون المدنيون والمقاومة تتجه لتسليح نفسها والبلاد تنجر إلى حرب أهلية كل المؤشرات تشير بوضوح أن البلاد تنجر إلى حرب أهلية كان يجب على الجامعة العربية أن تتخذ موقفا أقصى حسما وكان يجب على أمين العام للطرفين سيد أحمد في تقرير جمع العربية كان واضح هذه هي المشكلة تقرير الفريق أول محمد أحمد مصطفى الدابي السوداني الجنسية ومؤتمره الصحفي الذي تحدث فيه اليوم يعني أنا لا أستطيع أن أجد ما يصفوه من كلمات لكن ما حدث اليوم سيذكره التاريخ فإذا كان التاريخ سوف يذكر مواقف للحمديني للشيخ حمد بن خليفة والشيخ حمد بن جاسم والملك عبد الله والأمير سعود الفيصل في هذه الأوقات التاريخية التي تمر بها الأزمة في الشام وفي سوريا فإن التاريخ أيضا سيذكر محمد أحمد مصطفى الدابي وسيذكر الرئيس عمر البشير وسيذكر المدلسي وزير خارجية سوريا وسيذكر السلطة الحاكمة في مصر وغيرهم التاريخ سيتذكر كثيرا هذه الأيام المفصلية وسيتذكر مواقف الأطراف المختلفة وسيتذكر الشباب الذين يقفون في ميدان التحرير الآن يهتفون بأهمية التحرك لوقف آلة القتل التي يرتكبها النظام السوري ضد شعبه أموما ضيوفي الكرام ابقوا معي نريد الآن أن ننتقل إلى البند الثاني في الخطة العربية حقيقة والمتعلق بتفويد الرئيس السوري صلاحيته إلى نائبه الأول على أن يكون هذا التفويد بصلاحية كاملة ليتسنى له التعاون التام مع حكومة الوحدة الوطنية تفويد رئيس الجمهورية نائبه الأول بصلاحية كاملة لقيام بالتعاون التام مع حكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من أداء واجباتها في المرحلة الانتقالية أتحول إلى سيد محمد العبدالله ما هي الصلاحيات التي يريدون أن يفوضها الرئيس لنائبه برأيك دستوريا هناك صلاحيات محددة منوطة بالرئيس لكن فعليا الرئيس يملك كل شيء في سوريا يملك السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية يملك الجيش والعسكر والسلاح والقوة وأجهزة المخابرات ويملك كل شيء عمليا هو الشخص الوحيد المسؤول والمباشر والضالع والمسؤول عن دماء الشهداء وهو منقع هذه الأوامر بتحريك الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري واستخدام المروحيات وغض النظر عن التعذيب وكل الانتهاكات التي حصلت في الثورة منذ 15 أذار حتى اليوم وحتى في السنوات العشر السابقة هو المسؤول الوحيد عن ما يحصل في سوريا لذلك صلاحيات الرئيس مطلقة لكن السؤال اليوم مدلول السياسي لمثل هذا الطلب أن تطلب الجامعة العربية من بشار الأسد أن يفاوض صلاحياته كاملة إلى نائب أولا هذا فيه هذا الخطوة التي تسبق وبخطوة وبفارق بسيط أن تطلب الجامعة العربية من بشار الأسد التنحي ومغادرة البلاد هي تحضير للمرحلة الانتقالية لمبعد مرحلة بشار الأسد وهذا يجزم أن بشار الأسد سيرحل عاجلا أم آجلا يبقى الخلاف على التوقيت والكلفة البشرية والألية التي سيرحل فيها أكثر من ذلك أن هناك إجماع عربي سيرديكم تكليف نائب الرئيس بالاتصال مع المعارضة تشكيل حكومة موسعة لا سيدتي هو النظام رفض ذلك مباشرة أنا أتحدث الآن عن المعارضة يعني موقف الحكومة معروف موقف النظام سوى لك أنت حدث كمعارضة نعم سيدتي إذا كان النظام يرفض مثل هذا لن يفاوضت صلاحيات ولن يسمح لنائبه أن يقوم بمثل هذا العمل ولن يقبل مثل هذه المبادرة وقام بشتم الناس يعني ما فائدة أن تقول المعارضة أي موقف سياسي إن كان إيجابي أو سلبي المبادرة للنظام لأن النظام هو من يقترف القتل وهو من قام بإفشال بنود المبادرة العربية المبادرة العربية لم تتحدث فقط عن مراقبين تحدثت عن أربع أمور أساسية يمكن المراقبين أن يسجلوها هي إيقاف القتل سحب الجيش السمح للإعلام بالدخول والسمح بالتظاهر السلمي النظام لم ينفذ أي من هؤلاء يعني لم يسحب الجيش قام باللعب على المراقبين العرب قام بتضليلهم أنا تحدثت عن نقطة نقل الصلاحيات لنائب الرئيس أنتم كمعارضة هل يرديكم توافقون عليه بإيجابي مباشرة المعارضة طرحت أكثر من ورقة سياسية محورها أننا لا نتفاوض مع النظام إلا على مرحلة انتقالية تقضي بخروج بشار الأسد من السلطة إن كان تفويد السلطة لنائب الرئيس حتى يخرج بشار الأسد من السلطة ثم يليه خروج نائبه من السلطة بمرحلة انتقالية تخرج هذه الطبقة السياسية الفاسدة والقاتلة من السلطة إلى غير رجعة نحن لن نتردد في قبولها لكن هذه الحالة غير واقعية في سوريا لا الرئيس سينقل صلاحياته لنائبه ولا نائبه أفضل منه نائبه ضالع في القتل وضالع في تغطية النظام السياسيا فاروق الشرع من درعة وابن درعة التي حصلت فيها مجازر ضد الإنسانية ولم ينبت ببنتي شفا عما يحصل في مدينته فيصل المقداد نائب وزير الخارجية من درعة أيضا 35 شخص معتقل في عائلته 5 شهداء لم يتحدث بكلمة واحدة وذهب وشاتم وفد المعارضة في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جينيف كل الطبقة السياسية في النظام واحدة وتتعامل بطبقة واحدة من يريد منهم أن يغادر النظام واضح كان قد تحدث قبل 10 أشهر أما اليوم بعد 7000 شهيد تقريبا وبعد تقريرين لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يتحدث عن مجازر ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية ويطلب بمحكمة جينيات دولية للطبقة السياسية الحاكمة في سوريا لا أعتقد أن هناك فرق سياسي بين الرئيس وبين نائبه وأن كانت الجامعة العربية قد تمنت مثل هذه المبادرة النظام رفضها بشكل مباشر وصلت فكرتك قبل أن أتحول حقيقة إلى فاصل أريد أن أتحول إلى سيد فايز سارة سيد فارز أعود معك إلى هذه الصلاحيات ما هي أولا هذه الصلاحيات قال لنا سيد عبد الله بعضا منها ولكن إلى أي مدى فعلا عمليات نقل الصلاحيات ممكن أن تتم في ظل الجميع يقولون بأنه هذا غير ممكن نعم أنا أعتقد أن الصلاحيات لا يمكن أن تنقل إلى نائب الرئيس في نظام مثل النظام سوريا ذلك أن الصلاحيات الرئيس تبدو صلاحيات مطلقة ما هي هذه الصلاحيات؟ لا يمكن نقلها إلى شخص آخر أكد تم تفصيل الصلاحيات في سوريا وهذا ليس الآن وهذا منذ زمن طويل منذ أن وضع عبدالسور السوري الحالي والذي يعود إلى العام 1973 منذ ذلك الوقت أعطي منصب الرئاسة صلاحيات كبيرة هذه الصلاحيات لا يمكن أن تنقل إلى شخص آخر هذه الصلاحيات الكبيرة ما هي؟ يعني رئيس الجمهورية في سوريا هو القائد العام للجيش وقوات المسلحة هو إضافة إلى مكانته في رأس الجمهورية هو الأمين القطري والأمين العام لحزب البعث الحاكم وهو رئيس الجبهة الوطنية التقدمية وقيسي على هذه الأمور التي ستشعب في مختلف الاتجاهات وبالتالي تجعل من منصب الرئاسة منصب في موقع الحكم المطلق وهذه الصلاحيات لا يمكن لهذا السبب أن تقل إلى أي شخص آخر وأيضا السؤال حتى في ظل هذا الرفض الكبير من دمشق الآن برأيك ما هي البدائل المطروحة؟ يعني أنا أعتقد حتى الآن لم تنضج عملية اختيار بدائل بالنسبة للنظام السوريان ما زال الخيار الأشاسي للنظام هو الحل الأمني العسكري وحتى هذا الخيار عندما يجري الحل يعني الكلام عن تعديلات سياسية عن تطوير سياسي فهو يعني يتضمن حصرا عملية الحفاظ على جغل النظام الذي هو نظام عسكري في طبيعته نظام استبدادي في طبيعته لا يمكن أن يجري تحولة ديمقراطية ولا يمكن أن يحدث تحولا في الحياة العامة في سوريا طالما أنه ليس هناك من موجبات في تقديره بالتأكيد عملية التحول أو عملية تغيير الخيارات سياسية بالنسبة للنظام يبدو أنها بحاجة إلى وقت آخر وهذا يعني أن مزيد من المعاناة في مربع السوريون قبل أن يقتنع النظام بأنه ينبغي أن يجري تحول ولكن سيد فايز أيضا يعني هنا لم تكن الجامعة العربية تعلم بطبيعة النظام في سوريا حتى تطلب مثل هذا الطلب يعني حتى نائب الرئيس نفسه سيرفض هذا الطلب في سوريا نعم بالتأكيد أنا أعتقد أن الجامعة العربية لم يكن بمقدورها أن تضع حدودا مختلفة عن هذه الحدود التي رسمتها المبادرة هي تتوخى أن تقول كلمة وتمضي بغض النظر إذا كانت هذه الكلمة قابلة للتنفيذ أو لا والدليل على هذا التوجه أن الجامعة العربية كانت تقرد في مبادرة الأساسية محتويات حقيقية لمعالجة الأزمة وهي وقف القتل كما أشير في النقاش هي وقف القتل وصعب القوى المسلحة وسمح بالتظاهر إلى آخره لكن بعد أشهر من طرح هذه المبادرة لم يستطع النظام أن يمضي في أي خطوة رغم موافقتها على المبادرة العربية لم يستطع أن يمضي خطوات جدية على هذا الطريق وبالتالي هذا جعل اللجنة الوزارية العربية ومجلس الوزراء العرب جعلهم يتجاوزون كل هذه القضية التي طرحوا المبادرة الجديدة التي أعتقد أنها ليست موضع تطبيق ولا نقاش ولا موافقة من جانب السلطات السورية لكن ربما تكون هي فرصة ليتقدم الوزراء العرب لجنة الوزارية العربية المعنية بمعالجة الملف السوري أن تتقدم بخلاصات رأيها وكما بيّنت اللجنة في اجتماعها الأخير أو في مؤتمرها الصحفي أمس وبعد الاجتماعات التي جرت في القاهرة أنها ستنقل الملف إلى مجلس الأمن الدولي باعتبار هذه المبادرة هي الحدود العربية لمعالجة الأزمة في سوريا ولكن ستنقله بالمبادرة العربية سأتحدث عن موضوع مجلس الأمن بشكل موسع ولكن أريد أن أنتقل إلى سيد أحمد حسن الشرقاوي من جديد إلى القاهرة كنا نتحدث بأن هذه النقطة تحديدا من الصعب تنفيذها في سوريا ولكن هل أنت ترى الآن فيما طرح بالأمس وما صدر عن النظام السوري اليوم خروج من الأزمة أم تعقيد أكثر للأزمة أعتقد أنه في تقديري أنه لن يتم الخروج من الأزمة قريبا بمثل هذه الخطة التي طرحتها الجامعة العربية ولكن معالجة الأزمة في تقديري تحتاج إلى حل حاسم وناجز وجامع ويؤدي بداية إلى وقف آلة القتل اليومية لأن هذا ما يخدش كبرياء السوريين ويخدش ضمير كل الأحرار في العالم على الجامعة العربية وعلى أمنها العام السيد نبيل العربي أن يكون له حصدا من اسمه وأن يكون عربيا وأن يكون نبيلا وأن يتدخل في هذا الأمر حتى يحسم آلة القتل اليومية حتى وإن أدى ذلك إلى أن يكلفه منصبه الأوضاع العربية والوضع في سوريا على الأرض لا يحتمل مؤامات وتكييف قطعا ندرك من كل من يشاهد هذا المشهد أنه من الخطأ في هذه المرحلة قراءة الملف السوري بمعزل عن الملف الإقليمي وعن الملف الدولي وندرك كل الأبعاد التي ترتبط بالأزمة في سوريا ولكن على الجامعة العربية التي استلمت الملف أن تتخذ قرارات أكثر حسما في هذه المسألة وليست فقط مجرد تقديم خطة لا تتضمن وقف فوري هذه الحدود المتاحة لهم إذا كنا نتحدث عن تشكيل حكومة مواصلة كان النظام السوري فرح هذا الأمر موضوع الدستور أصلا هو قال النظام بأن هناك استفتاء على الدستور الآن في سوريا يقبلون بالتمديد ولكن يرفضون بقية النقاط الجامعة تقول بأنها تريد الرزمة كاملة إذن الآن ما الذي سيحصل؟ سيدتي هذا هو أصلا ما طرحه النظام السوري النظام السوري في كواليسه كان يتحدث عن أنه بداية الخطة أو العملية البروسيس لحل الأزمة لا تبدأ بتنحي بشار وإنما تنتهي بتنحي بشار بعد إجراء انتخابات هذا هو ما كان يطرحه أصلا النظام وفي مقابل ذلك كان يقدم هذه الخطة وكان يسعى إلى فرض الحل الأمني والجميع في كواليس الجامعة العربية يدركون ذلك الذين يطلعون على كواليس ما يحدث في سوريا وما يحدث داخل النظام يعرفون تماما أنه بداية الشقوق أو الانشقاق بدأ بين الأسرة بين العائلة عائلة بشار الأسد وبين النظام عندما تتحدث الجامعة العربية عن نقل صلاحيات الرئيس فهي تسحب هذا الأمر من خلاف داخل الأسرة ما بين بشار وماهر إلى خلاف داخل النظام ما بين بشار وماهر وفاروق الشرع وبقية أعضاء النظام فهناك تفكك وتشتت بين النخبة الحاكمة في سوريا في داخل النظام لا أدري كيف لا تستطيع الجامعة العربية السؤال الأهم هل تريد الجامعة العربية أن تعطي نفسا جديدا ومددا جديدا للنظام لكي يستمر في قتل شعبه أم أنها عندما تدرك أن النظام في سبيله إلى الانهيار تعمل على أن تنتصر الديمقراطية وأن تصر الشعب وتنتصر الثورة وسوف تنتصر وهم يعلمون ذلك وكما قلت سيسجل التاريخ لمن وقف إلى جانب الحرية والديمقراطية والثورة ومن وقف ضدها طيب ضيوفي الكرام ابقوا معي سنتحول إلى فاصر قصير نواصل بعده بانوراما أحييكم من جديد نتوقف الآن مع ما قاله الأمين العام للجامعة العربية حول نقل ملف المبادرة العربية إلى مجلس الأمني لدعمها وأنه للمرة الأولى يتم خلالها تكليف مبعوث للأمين العام لمتابعة العمليات السياسية في سوريا مشددا على ضرورة أن تبدأ العملية السياسية الآن أنه لأول مرة تم تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بأن يعين مبعوث خاص لمتابعة العملية السياسية القرار يشمل عملية سياسية منها خطوات محددة وهناك أيضا توقيتات محددة والمطلوب الآن أن يعين مبعوث خاص ليتولى هذه المهمة التنقل بين الحكومة وأطياف المعارضة المختلفة للوصول إلى الحل السياسي الذي نرغبه وأعود إلى ضيفي الكرام من أسطنبول الناشط السياسي السوري محمد العبدالله ومن القاهرة أحمد حسن الشرقاوي وأيضا من سوريا من دمشق السحفي السوري البارز فايز سارة سيد عبدالله عندما يتحدث الأمين العام لجامعة الدول العربية عن عملية سياسية يجب أن تتم فورا مع من هذه العملية يجب أن تتم من سيكون قادر على لملة هذه المواضيع عن أي عملية سياسية نتحدث نعم سيد اسمحي لي أن أعاقب قليلا بسطرين على موضوع الجامعة العربية قبل الفاصل ومنها سأنطلق للتعليق على هذه النقطة الجامعة العربية في مأزغ كبير هي أولا لا ترغب بإعلان فشلها بأنها عاجزة عن إيجاد حل لما يحصل في سوريا هذا من ناحية من ناحية الثانية هي لا تملك إجماع عربي كامل على إحالة الملف السوري لمجلس الأمن ودعوة واضحة للتدويل بمعنى أنشاء مناطق آمنة أو إيجاد آلية لحماية المدنيين بشكل واضح لا يحمل اللبس لكنهم قالوا حسب المبادرة العربية تماما سيدتي حسب المبادرة سأعود لهذه النقطة وأكثر من ذلك لا يوجد هناك إجماع عربي لم تنضج المناخات الدولية والإقليمية للمجتمع الدولي حتى يتدخل بسوريا بطريقة لحماية المدنيين لذلك أطلقت هذه المبادرة التي تعلم أن نظام السوري سيرفضها ومن هنا العملية السياسية التي تتحدث عنها الجامعة العربية مستحيلة لا يمكن تنفيذها لأن النظام سيرفضها من جهة ولأن المعارضة لا تستطيع أن تقبل بها من جهة أخرى حتى لو كلف الأمين العام لجامعة الدول العربية من دوب أو موفد خاص لمن أجل متابعة هذا الموضوع الحكومة السورية تلعب مع الجامعة العربية بطريقة أصبحت مكشوفة هي ترفض وتهاجم الجامعة العربية في البداية ثم ترسل لها الرسائل عن طريق وزير الخارجية وليد المعلم وأخذ أرسل اليوم أو بالأمس رسالة للأمين العام لجامعة الدول العربية تحدث فيها أنه سيقبل التعاوم مع المراقبين أكثر من أكثر ولكنه سيضرب بيد من حديد للإرهابيين بين هلالين وهذا يعيدنا إلى سياسة النظام السوري ولن يرفض الجامعة العربية لأنه يعلم أن المزيد من الرفض للمبادرات الجامعة العربية يضعف موقف الحكومة السورية سياسيا ويضعف موقف الحكومة الروسية التي تغطي سوريا في مجلس الأمن وسيفتح الأبواب ويشرعها أمام تدخل دولي في سوريا أو إن كانت اختلفت صيغ والجامعة العربية تريد تدخل من مجلس الأمن بموجب قرارات الجامعة العربية وفيها بنود حساسة ومهمة يعني لا نقلل من قيمتها الحديث عن موضوع العدالة وإحقاق الحق هذا يعني يحمل فيه محتوى إمكانية إحالة ملف السوري إلى محكمة جناية الدولية هذا لا يعني إدانة النظام بهذا الملف لكنه يعني فتح تحقيق بجرائم ضد الإنسانية وفقنا أتحدث عنه تقريري لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة سابقا والحديث عن العقوبات التي تضمنها المبادرة العربية في نسختها الأولى التي حدثت عن حظر تجاري للطيران التجاري وعن عقوبات اقتصادية وعن حظر للسفر إذا ما تحولت هذه العقوبات من عقوبات عربية أو مشروع عقوبات عربية إلى عقوبات يفرضها مجلس الأمن سيكون وضع الثورة أكثر بأكثر أفضل وفيما لو صدر قرار فقط يرعى المبادرة العربية ويدعمها على غراب ما حصل في المبادرة الخليجية في اليمن هذا سيكون في صالح الثورة السورية بشكل كبير وسيفتح الباب أمام أكثر فأكثر على إنهاء دولة الجامعة العربية وتصليم الملف في مجلسها لا دي الوقت لا أريد أن أتحول إلى سيد فايس سارة الوزراء العرب اتفقوا سيد نبيل العربي تعهد بلفع الملف إلى مجلس الأمن الاتحاد الأوروبي أعلم بأنه سيدعم هذه الخطوة هل نحن أمام السيناريو اليمني أم نحن أمام ربما موقف روسي متشدد رغم أنه كان يدعم المبادرة العربية سيد فايس هل تسمعوني يبدو أن هناك تشويش في الصوت عموما أنتقل إلى سيد أحمد حسن الشرقاوي على أن يتم تصليحة الخلال الفني سيد أحمد أنتقل بنفس السؤال إليك سمعت معي ما قلته الوزراء العرب اتفقوا السيد العربي تعهد بأنه سيرفع الملف إلى مجلس الأمن الاتحاد الأوروبي رحب وقال بأنه سيدعم هل نحن أمام ممكن قبول من قبل مجلس الأمن بالسيناريو اليمني أم نحن ربما أمام أيضا موقف حازم من قبل روسيا التي قالت بأن سوريا خط أحمر طبعا هو في نهاية الأمر سوريا روسيا وإيران ربطت مصيرها بمصير نظام بشار الأسد في سوريا يعني التصريحات الصادرة مؤخرا من تهران ربطت مصير الجمهورية الإسلامية في إيران بمصير نظام بشار الأسد روسيا تضع عندما يتحدث وزير خارجياتها عن سوريا باعتبرها خط أحمر فهو أيضا يرهن مصير ويضع عقبات كثيرة جدا أمام التحرك الدولي تجاه نظام بشار الأسد في سوريا ويؤكد مرة جديدة على أن روسيا سوف تستخدم الفيتو كما استخدمته قبل ذلك مع الصين لوقف قرار إدانة في مجلس الأمن على أي الأحوال طبعا في كل الأمور ندرك أن الأزمة في سوريا ليست منبتة الصلع عن التحولات الاستراتيجية الموجودة في المنطقة ككل والتفاعلات داخل الإقليم وعلى المستوى الدولي ستحكم مصارات واتجاهات تسوية هذه الأزمة خلال المرحلة القليلة ربما المقبلة ولكن مسألة فراغ الاستراتيجي في العراق وخروج الولايات المتحدة الأمريكية وزيادة وبروز الدور الإيراني الذي تقف وراءه روسيا وصول روسيا إلى البحار الدافئة في البحر المتوسط واستخدام ميناء ترتوس وغيرها من التسهيلات التي يقدمها النظام السوري وفق آلية العالم فيها كله يتحول خلال هذه الفترة لتوازنات جديدة وتبديل في المواقع في هذا الإقليم أعتقد أن مجلس الأمن زحزحة موقف روسيا تم من خلال البعثة بعثة المراقبين كان هناك بعض الإيجابيات لا يعني أننا نرفض أداء البعثة ونتهم الجامعة العربية بالتقصير في وقف رقة الدماء هذا لا يعني أن البعثة حققت بعض النتائج الإيجابية فزحزحة الموقف الروسي كان نتيجة للجهد دعني أتوقف أيضا لدخل الوقت إعلان فشل تفضل بس باختصار لو سمحت ما عندي كثير وقت إعلان فشل الجامعة العربية فعلا سيسبب إحراجا لها ولكن كنا نحتاج إلى أن يقف الضمير العربي أمام مسؤوليته في هذه اللحظة المهمة جدا في تاريخ العرب وبالنسبة لبلد مهم جدا للعرب مثل سوريا وبلاد الشام كنا نحتاج من الأمين العام لجامعة الدول العربية وهو مصري كنا نريد أن نفتخر بكل ما هو مصري وكل ما هو عربي في مثل تلك الأزمات التي ستجاوزها التاريخ وستنتصر الصور طبعا مما دعني أتوقف الآن طالما نتحدث الآن عن أمين عام الجامعة العربية نتوقف مع هذا الحوار بين صحفي السوري تمام البرازي من تلفزيون سوريا الغد والأمين العام الجامعة العربية ورئيس الوزراء القطري وزير خارجية قطر أيضا فقد اتهم الصحفي البرازي الجامعة العربية بالعمل على إنقاذ النظام السوري من خلال عرقل تدويل الأزمة السورية إضافة إلى أن الجامعة العربية لا تستمع إلى صوت الشعب السوري المطالب بإعدام الرئيس وكان هذا الرد فلنستمع إلى هذا الحوار الشعب السوري يقول يريد إعدام الرئيس ويريد أسقاط النصام ومن مانعكم نحن منعناكم أن تدولوا الأمر لماذا لا تضعوا الذهاب إلى مجلس الأمن لتعطوه كبادرتكم الذي تطين أمد النظام لو كان مجلس الأرب يريد عمل شيء آخر كان قام به الجامعة العربية لا تفرض على مجلس الأمن مجلس الأمن لا هي صلاحيات كاملة ما هي الخطة بي لديكم سيد محمد عبد الله لو كان مجلس الأمن يريد أن يقوم بأي عمل لقام به ليس بانتظار الجامعة العربية ما ردك؟ هذا بالضبط يعزز ما قلته قبل أن تحيلين لضيفك في القاهرة الجامعة العربية قلقة من إعلان فشلها هي مدرك أنه ليس هناك فراش سياسي وطريق أمام مجلس الأمن ليست معبدة وليس لديها إجماع عربي كامل على إحالة الملف للتدويل وبالتالي إحراج موقف روسيا ولكن قال إذا أنتم كمعارضة تريدون أن أذهب إلى مجلس الأمن اذهبوا تماما سيدتي الطريق أمام مجلس الأمن غير معبدة ولذلك مجلس الأمن غير قادر على فتح مثل هذا الملف لحتى لا نحظى بفيتو روسي آخر اليوم الصين خارج هذه المعادلة باعتبار أنه ضغوطات اقتصادية بالنفط السعودي بعد خروج إيران من النفط بتقليل كمية النفط التي تصدره لكن روسيا لا يزال موقفها سيء وسلبي ومن هنا على الشعب السوري المتظاهرين وناشدهم بإحراق صور مدفيدف وبوتين قدر الإمكان وإرسال هذه الفيديوهات للإنترنت حتى نضغط على الحكومة الروسية أكثر فأكثر يعني إذا أحرق هذه الصور هل ستهتم روسيا سيد محمد واضح ما وقف سيدتي في أول لقاء لا لا صحيح لكن في لقاء سيرغي لافروف وزير خارجي الروسي مع وفد المجلس الوطني السوري أول كلمة قالها سيرغي لافروف لماذا تحرقون العلم الروسي نحن مستئئين من هذا التصرف فأجاب وفد المجلس الوطني السوري أننا مستئئون من تصرف روسيا وروسيا تغطي قاتل يقتل الشعب الروسي الشعب الروسي يتفهم ما يحصل إن لم يرى علمه يحرق لكنه رأى صور مسؤوليه تحرق ويمكن التعويل على هذا الأمر طبعا هذا لن يغير موقف روسيا بالكامل روسيا تطلب ثمن سياسي كبير جدا لتضحي بالنظام السوري ما هو ثمن؟ تطلب من الولايات المتحدة التنازل عن برنامج الدرعة الصاروخية وهذا كان محور اللقاء الذي جمع الرئيس أوباما بالرئيس مدفادف في هونولولو من حوالي شهرين سبعين بالماء من اللقاء كان الحديث عن ماذا تريد روسيا من الولايات المتحدة مقابل التضحي بالنظام السوري من سيضمن صفقات السلاح لروسيا من سيضمن دور استراتيجي أكبر لروسيا وماذا ستقدم الولايات المتحدة لروسيا مقابل التنازل عن نظام السوري بالمقابل الولايات المتحدة التي هزمت في أفغانستان وفي العراق وخرجت من المنطقة خالية الوفاق لن تقدم لروسيا شيء ستقدم لها صفر وبالتالي ستترك روسيا حتى تخجل من نفسها أمام الرأي العام العالمي والضغط العالمي وهذا للأسف سيكلفنا الكثير من الشهداء لتغيير الموقف الروسي سيد أحمد حسن الشرقاوي أيضا ما رأيك في مستمعات إليه سيد العربي يقول أن الطريق ليست بهذه السهولة على المعارضة إذا كانت تريد الذهاب فلتذهب يعني جامعة العربية مش منعتها مجلس الأمن يعني لا يحتاج لمن يدعو إلى التدخل في الأزمة في سوريا مجلس الأمن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان ومجازر وقتل يومي وهو مدعو للتدخل بشكل من الأشكال ولكن تدخل مجلس الأمن مبني على حسابات سياسية دقيقة فأنا قلت سابقا أن التدخل الدولي في المسألة في سوريا هي تماما تشجل حركة فيه يعني أنت توافق بأنه مجلس الأمن نفسه لا يريد أن يفعل شيء سيد أحمد مجلس الأمن ليس على استعداد في هذا الوقت لكن ما ألوم عليه هو أن الجامعة العربية لم تتحرك تجاه تركيا مثلا خلال الفترة الماضية وتركيا الصمت المريب الذي اتخذته أنقرة خلال شهرين الماضيين يحتاج إلى تفسير هناك علامة استفقام كبيرة حول الصمت التركي كان هناك تعويل على الموقف التركي في إقامة مناطق آمنة تمتد داخل الحدود السورية وتصبح ملازا آمنا للاجئين الفرين من بطش النظام السوري هذه الفكرة توارت واختفت ولازت تركيا بالصمت وخرج وزير خارجيات أحمد داود أغلو منذ ساعات يتحدث أننا نحن سنوافق على كل ما سيتطفق عليه العرب ومجلس وزراء الخارجية العرب كنا نريد من الجامعة العربية أن تذهب إلى تركيا أكثر تتقارب مع تركيا أكثر تنصق معهم أكثر لا ندري ماذا حدث فيه كواليس العلاقات ما بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تحديدا والحكومة التركية هناك شيء ما حدث بين الأمانة العامة للجامعة العربية وتركيا ربما هذا هو ما يفسر لنا الصمت المريب لتركيا خلال فترة الماضية بعد أن كانت متحمسة جدا وكان اهتمام أنقرة على أعلى المستويات وكان الرئيس الوزراء التركي يتحدث إلى بشار الأسد أكثر من مرة ويصدر تصريحات نارية وصلت فكرة تكام ماذا حدث للموقف التركي شكرا لك من القاهرة سيد أحمد حسن الشرقان ومستشار مركز خارج لدراسات الاستراتيجية ومن اسطنبول محمد العبدالله وأشكر أيضا سيد فايس سار كان معي من دمشق وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من بانوراما للليلة موعدنا يتجدد غدا طبعا في ملفات أخرى شكرا لكم وإلى اللقاء شكرا لكم وإلى اللقاء بشركي شكرا لكم